نظم قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين ندوة تنسلطت الأضواء على حملات استهداف ناشطي المجتمع المدني في العراق وأثار ذلك على التظاهر السلمي لثورة تشرين وفي بداية الندوة بيّنت المحامية والخبيرة في القانون الدولي إينا الزايد المسؤولية الدولية لانتهاك حرية الرأي والتعبير في التظاهر السلمي حرية الرأي والتعبير كفلها الدستور العراقي نفسه في المادة 38 من الدستور كفل أن يمارس المواطن العراقي حقه في حرية الرأي والتعبير سواء كان بالكتابة بالنشر بالإعلام يعني أيضا كفل في ذات المادة حرية التظاهر وتجمع السلمي فهذه ضمانة نحن كقانونيين نتمسك فيها بالدرجة الأولى لأن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة وهو الذي يرسل قاعدة العامة في الدولة ولا يجوز للقانون أن يخالف هذا الدستور أما مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان فأشار إلى ملف اغتيال الناشطين المدنيين والسجون السرية في العراق وكشف الفرحان النقاب عن سجن الدورة ببغداد منذ انطلاق الثورة والتظاهرات في العراق قام المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بمتابعة أحداثها يوميا وبشكل تفصيلي ودقيق وأصدر العديد من التقارير والبيانات مع منظمات دولية بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المدنيون على يد القوات الحكومية والميليشيات في بغداد وبقية المحافظات ومن احدى هذه التقارير ما وثقه المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب مع لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي من عمليات الاغتيال الممنهجة بحق المدنيين والناشطين في المحافظة وأيضا ما وثقه المركز مع المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان بشأن السجن السري في منطقة الدورة ببغداد الذي ضم أكثر من ثلاثمائة معتقل بينهم فتاة يتم تعذيبهم بشكل وحشي بشكل ممنهج بينما استعرض الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان بالهيئة جهود القسم في رصد وتوثيق ما تعرض له الناشطون المدنيون في ثورة تشرين العراقية جهود قسم حقوق الإنسان في رصد وتوثيق الانتهاكات بحق ناشطين المجتمع المدني خلال مدة زمنية من الأول من أكتوبر الماضي إلى العشرين من قانون أول الجاري مصادر المعلومات مندوبوا قسم حقوق الإنسان متواجدون على الأرض في العراق ويوثقون الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات بحق المتظاهرين السلميين وهذه طبعا كانت التواصل بين كل من شاهد أو واجه أي انتهاك والحقيقة هنا نذكر ملاحظة أنه الهيئة تبرز متى ما يحتاج الشعب إلى من يسنده سندا وطنيا حقيقيا يعبر عن ضمير الجماهير وهذا انعكس بتفاعل كبير مع القسم مع الأسف الشديد لكثرة الانتهاكات على الأرض ندوة استعرضت الجهود المبذولة في تشخيص الخلل في موضوع غايف الأهمية من القمع الممنهج لحرية الرأي والتعبير واستهداف رموز ثورة تشرين والتغيب القسري والاعتقال غير القانوني واستخدام القوة المميتة لإنهاء الاحتجاجات الشعبية العراقية